بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم عظم الناس خلقا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هياكم الله طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي وزادكم الله من فضله راح بإذن الله نكمل بتعزيز المفاهيم التي أخذناها في الفصل السابع نأخذ الجزء الثاني استخدام الطاقة الكهربائية تعرفنا على هذه الجزئية على تحولات الطاقة الكهربائية في عدد من الأجهزة الكهربائية مثلا عندنا هنا السؤال 40 في تقويم الفصل صف تحولات الطاقة التي تحدث في المصباح الكهربائي المتوهج عندنا المصباح الكهربائي المتوهج لكي يعمل يجب أن يكتسب طاقة أي وكهربائية فيحولها إلى ماذا بما أنه متوهج إذن يحولها إلى حرارية ثم إلى أي وضوئية فعلا إذن الطاقة الكهربائية يحولها إلى طاقة حرارية وإلى طاقة ضوئية مجفف الملابس نلاحظ أنه يقوم بتحريك الملابس أي وإذن يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ماذا؟ أي وحرارية يعطي حرارة وأيضا طاقة حركية فعلا إذن الطاقة الكهربائية في مجفف الملابس ستتحول إلى طاقة حرارية وطاقة حركية فقرة سي المضياع الرقمي المزود بساعة يحول لي أي الطاقة الكهربائية فعلا إلى طاقة أي وصوتية وبما أن عندك أيضا وإلى جزء إلى ضوئية إذن طاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة صوتية وطاقة ضوئية عندنا أيضا تعرفنا على أنه عند مرور تيار كهربائي داخل المقاومة كهربائية أو داخل جهاز كهربائي يعمل أي جهاز يعمل فإنه إيش يحدث ارتفاع لدرجة حرارة هذا الجهاز لماذا؟ لأنه يحدث عند مرور تيار كهربائي يحدث بين إلكترونات التيار والذرات أي ويحدث تصادمات هذه التصادمات تؤدي لماذا؟ زيادة الطاقة الحركية وبالتالي تزيد من ماذا يحدث للحرارة إذن تزيد من الطاقة الحرارية فترتفع درجة الحرارة إذن إذا قلنا علل عند مرور تيار كهربائي في مقاومة لماذا تسخن وترتفع درجة حرارتها إذن بسبب وتصادم الإلكترونات مع الذرات فيؤدي هذا التصادم إلى زيادة الطاقة الحركية فترتفع درجة حرارة هناك تعرفنا على أجهزة تعتمد في عملها على عمل المقاومة إذن على توليد طاقة حرارية مثل أي والمجف في الشعر أي وآلة الكوي الفرن الكهربائي الصخان الكهربائي إذن تعمل هنا عمل ماذا؟ المقاومة حيث تحول معظم الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية أيضا تحرفنا على أنه إذا زادت مقاومة المواصل أو إذا زادت درجة حرارة وماذا يحدث المقاومة؟ أي وتزيد هذه المقاومة وبسبب الزيادة في المقاومة فإن الحرارة أي وترتفع لماذا؟ لأن التصادمات أيضا تزيد فعلا تزداد المقاومة بزيادة درجة حرارة لماذا؟ بسبب زيادة التصادمات الإلكترونات مع الذرات أيضا أوجدنا في هذا الفصل الذي هو القدرة والطاقة الحرارية القدرة رمزها أي والبي أخذنا قانونها آي في في ما هو الآي أي والجهد آي التيار ضرب مين؟ ضرب الجهد الذي هو الفي أي من هنا عوضنا بدلالة قانون أوم واستنتجنا قانون آخر القدرة عندما شن الفي حطينا إيش؟ آي في آر إذن ظهر لي ماذا؟ أي وبي ساوي آي تربيع في آر طيب عندما شننا الآي يعوضنا بدلالة قانون أوم في على آر طلع لي في تربيع على آر إذن هنا ثلاث قوانين للقدرة المستهلكة نحسبها على حسب ماذا؟ معطيات السؤال إذا وجدنا القدرة نستطيع إيجاد ماذا؟ إي اللي هي الطاقة الحرارية عن طريق ضرب القدرة في التي اللي هو الزمن فعلا إذا ضربنا القدرة في الزمن نحصل على الطاقة الحرارية طيب نحل هذا السؤال تتناسب القدرة المستنفذة في مقاومة عكسيا مع المقاومة طرديا مع مربع التيار إذن نلاحظ عكسيا مع إيش؟ مع المقاومة وهل هي طرديا مع مربع التيار أم طرديا مع المقاومة عكسيا مع مربع التيار أم طرديا مع كل من المقاومة مربع التيار إذن عندنا هنا من القانون هنا نلاحظ أنها تتناسب أي طرديا مع المقاومة ومربع التيار إذن فعلا تتناسب طرديا مع كل من المقاومة ومربع التيار إذن نقول مربع الجهد إذن لا يمكن أن تكون ماذا فقرة ألف بل تكون فقرة من دال اللي هي طرديا مع كل من المقاومة ومربع التيار فيها ناخد تطبيقات على المقاومة يقول لك مصباح كهربائي له مقاومة مقدارها أربع عام إذن هذا المصباح يمر فيه إذن مقاومة رمزها R يمر فيه تيار شدته 2 أمبير إذن هنا الشدة اللي هي I فتكون القدرة إذن هنا عندي مين؟ I والR قانون القدرة بدلالة التيار والR إذن هنا رح نحسب القدرة الكهربائية B شي ساوي أيوة I تربيع فعلا في R إذن B تساوي ماذا؟ I تربيع في R كم عنده I؟ I عندنا هنا كم تساوي؟ إذن B تساوي I تربيع أيوة إذا 2 أس 2 ضرب الأربعة إذن عندنا كم؟ 4 ضرب أربعة يطيني ماذا؟ 16 وحدة القدرة أيوة الوات إذن أي فقرة؟ إذن فقرة G طيب هنا المطلوب ليست القدرة مثل المسألة السابقة المطلوب التيار جهاز قدرته 16 وات إذن عطاني القدرة وعطاني المقاومة ومطلوب ماذا؟ أيوة شدة التيار الكهربائي إذن قلنا B تساوي I تربيع في R المطلوب I I تساوي ماذا؟ أنقل الR إذن أكتب الB الR ضرب تنتقل قسمة إذن هذه I تربيع B على R كم الB عندي؟ أيوة كم القدرة 16 والمقاومة 4 16 على 4 فيها الأربعة إذن هذه I تربيع الI كم تساوي؟ جدر الأربعة بيطيني 2 أمبير إذن الفقرة آيوة فقرة ألف عندنا في سؤال في التقويم الفصل صفحة 219 المطلوب هنا إيش؟ الحرارة المتولدة اللي هي الطاقة الحرارية إذن المطلوب عندي هنا في هذا السؤال الطاقة الحرارية المتولدة يقول كم يمر تيار مقداره 1.2 أمبير إذن التيار I في مقاومة مقدارها رمز المقاومة أيوة R 50 أوم اللي الزمن عندي كم؟ 5 دقائق إذن أضربها في كم؟ في 60 ليحول إلى الثواني المطلوب طبعا اللي هو E قلنا E تساوي القدرة ضرب إيش؟ الزمن طيب القدرة عندي مين؟ الI والR إذن أيوة I تربيع في R ثم أضربها في T أو أني أطلع القدرة ثم أضربها في الزمن إذن هنا إما نسوي خطوة واحدة أو خطوتين إذن عندك 1.2 تربيع نضربها في الخمسين نضربها في ماذا؟ الخمسة في الستين يعطيني الطاقة بوحدة الجول الخطوة الثانية إذا بغيت حلها خطوة خطوة إذن هنا عندك أو أيوة مثل نعيدها قلنا I تربيع في R في T 1.2 تربيع هذه الآي ضربتها في المقاومة خمسين ضربتها في الزمن خمسة بعد ما إيش؟ ضربناه في الستين للتحويل إلى ثواني طلع لي جواب 21600 جول أقدر أحول 21600 جول إذا شلنا هنا أربع خانات إذن بيطلع لكم 2.16 اللي هي بالتقريب 2.2 في 10 أس 4 جول إذن هنا شلنا الخانة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حطينا الفاصلة هنا بتطلع لي 2.2 بالتقريب 2 في 10 أس 4 جول إذن هنا حسبنا الطاقة بشكل مباشر أو إني أحسب القدرة ثم أضربها في الزمن عندنا سؤال 72 في تقويم الفصل وصلت مقاومة مقدارها 60 أوم ببطارية جهدها 15 فولت إذن هذا الجهد وهذه المقاومة المطلوب بالتيار قانون أوم مباشرة آي شو ساوي أي وفي على آر إذن عندي في وعندي آر التيار حليني عليه اللي هي كم 15 على كم على الستة الوحدة أي وفعلا الوحدة راح تكون ماذا أمبير طيب الطاقة الحرارية إذن أيش أضرب الآي تربيع نفس الفكرة في الآر في التي إذن رتب المعلومات مرة ثانية إذن نطلع الآي فقرة ألف إذن قسمت الخمسة على الستة طلع لي كم ثنين ونص الوحدة أمبير هذا التيار الفقرة بي المطلوب ماذا الطاقة الحرارية عندي خطوتين إما إحنا نطلعها بدلالة الجهد أو نطلعها بدلالة مين التيار مثل ما حلينا قبل شوي بي ساوي عفوا إي إي تساوي آي تربيع اللي اثنين ونص تربيع أضربها في مين في الآر اللي هي كم ستة أضربها في الزمن كم عندي الزمن أي وعشر دقائق إذن أضربها في كم أي وفي أحولها إلى ثوانية عشرة في ستين إذن آخذ التيار وأضربها في المقاومة وأضربها في الزمن طيب إذا كان معطيني ألف فقط إذن معطيني ما عطاني ألف معطيني فقط باء المطلوب مباشرة باء وعندي جهد وعندي المقاومة إذن أعوض بالقانون بيش تساوي بدلالة الجهد أي وممتاز في تربيع على آر في الت هذه القدرة إذن الطاقة بمني ضربت في الزمن إذن أنا أحسب مين أي وطاقة إذن إي تساوي القدرة اللي هي في تربيع على آر ثم ضربناها في الزمن إذن خطوتين نعيدها مع بعض كيف نحسب الطاقة أي ونحسب بالطاقة إما إحنا نطلع القدرة من قانون آي تربيع في آر ثم أضربها في الزمن التي أو إحنا من نفس المعطيات السؤال في تربيع على آر في التي فنقدر نحلها من نفس الطريقتين بيطلع لي نفس الإجابة يلا نرتب هنا عندك فقرة بي إذن راح نحلها كأني ما عندي الفقرة اللي هي كأن ما عندي تيار إذن مباشرة بحل فقرة بي مباشرة بدون ما أستعين بفقرة ألف إذن إيش نقول أيوة طلعناها في تربيع على آر كم البي تربيع طلعنا القدرة في تربيع على آر طلعت لي 37.5 وات أضرب بالقدرة في مين في الزمن بعد ما حولها إلى ثواني طلع لي كم 22500 لما أشيل أربا خانات 1,2,3,4 بيطلع لي كم 2.3 في 10.4 جول أيضا هنا عندنا سؤال يقول لك أحسب الطاقة مباشرة الطاقة إي يساوي أيوة القدرة في الزمن هل عندي القدرة ولا أوجدها ممتاز عندي 500 وات إذن موجودة القدرة مباشرة إيش أضربها في الزمن اللي هو كم نصف ساعة كم نصف ساعة عندي إذن إي تساوي أيوة القدرة اللي هي 500 وات ضرب ماذا 30 دقيقة ضرب 60 إذن هنا حولناها إلى ماذا إلى الزمن إلى الثواني 30 دقيقة في 60 ثانية يطلع لي جواب وحدته جول إذن ضربنا في 30 في 60 لأن الوقت نصف ساعة طلع لي جواب 900 ألف إذن هنا نشير 5 أصفار إذن 10 أس 5 يبقى لي كم؟ أيوة يبقى لي 9 9 في 10 أس 5 الوحدة جول أيضا تعرفنا على مصطلح في هذه الجزئية اللي هي مواد مقاومتها صفر ونحصل عليها بخفض درجة حرارتها إلى أقل من 100 كالفل ما هي هذه المواد؟ هل هي فائقة التوصيل؟ قوية التوصيل؟ سريعة التوصيل؟ أو لم يتم اكتشافها بعد؟ إذن فعلا هي مواد فائقة التوصيل إذن فقرة ألف استخدامات المواد فائقة التوصيل نتذكر مع بعض؟ أيوة في أجهزات أيضا في المغانط التي إيش؟ المستخدمة في أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي وأيضا في مسرعات الجسيمات اللي هي السانكرو ترون أيضا تعرفنا على جزئية مهمة اللي هي نقل الطاقة الكهربائية نقلنا الطاقة الكهربائية مسافات كبيرة دون فقد جزء كبير من الطاقة عن طريق ماذا؟ يقولك نقل القدرة الكهربائية مسافات كبيرة دون ضياع الجزء كبير من الطاقة الكهربائية يتم برفع ماذا؟ هل هو التيار؟ أم المقاومة أم الجهد أم القدرة أيوة فعلا قمنا برفع ماذا الجهد حيث كان بي يساوي قلنا اي تر بي في ار ليقلل من القدرة المستنفذة أقلل من أيوة تقليل التيار وتقليل المقاومة طبعا تقليل المقاومة غير مناسب لأنه مكلف ويعطيني أسلاك ثقيلة قللنا التيار كيف قلنا من العلاقة بي يساوي اي في في لو كانت البي عشرين مثلا والآي أربعة فيكون الجهد خمسة طيب أبغى أقلل التيار إلى رقم اثنين مع المحافظة على القدرة إذن راح يكون الجهد كم يساوي اي وعشرة إذن زدنا الجهد معيش مع المحافظة على قيمة القدرة هذه الطريقة هي التي ويتم بباسطتها ماذا نقل الطاقة الكهربائية دون فقد للطاقة الضائعة أو القدرة الضائعة إذن عندنا هنا لنقل القدرة الكهربائية مسافات طويلة نستخدم ماذا درجة حرارة منخفضة أم تيار عالي أم مقاومة كبيرة أم جهد عالي اي وفعلا نستخدم جهد عالي اللي هو فقرة دال عندنا السؤال يقولك فرق الجهد عند محطة التوليد الرئيسية يساوي فرق الجهد في المنازل إذن أنا أنقل الطاقة الكهربائية باستخدام فرق الجهد عالي هل فرق الجهد عند محطة التوليد هو نفسه؟ إذن مستحيل بيمن يستخدم فرق ماذا؟ جهد عالي نتذكر فروق الجهد اللي نستخدمها كان عند المحطة كم يساوي؟ أي و 13 ألف أي وفولت فالمحطات المحولات هذه المحطة تتصل خارج المدن بمحولات ترفع الجهد إلى 132 ألف فولت ثم داخل المدن يبدأ خفضها إلى خلال كم مرحلة؟ مرحلتين 13 ألف فولت ثم يصل إلى المنازل أي وإلى 120 و 220 وقلنا الآن نستسعى المملكة لتحويل هذا الجهود إلى 230 و 400 فولت إذن هل هو نفسه المستخدم؟ إذن فعلا ليس نفسه بل يتم تخفيضه خلال مرحلتين من مراحل اللي هي أي وخفض الجهد ونصل إلى مين؟ أي وليه 120 و 220 إذن فرق الجهد عند محطة التوليد يساوي فرق الجهد في المنازل؟ هل هذه العبارة صحيحة؟ فعلا العبارة خاطئة ويتم زي ما قلنا تخفيضه إلى كم؟ خلال مرحلتين السؤال اللي هو أيضا استخدمنا أيضا هدف رئيسي لحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة يقول لك السؤال يسدد المستهلكون فواتير الكهرباء لمنازلهم عن ثمن من؟ هل هي الطاقة ولا الجهد أو القدر أو التيار؟ إذن فعلا يستهلكون ويحسبون لماذا؟ الطاقة الكهربائية الوحدة التي تستخدمها شركة الكهرباء لاستهلاك الطاقة ما هي هذه الوحدة؟ هل هي وات في الساعة؟ أم جول في الساعة؟ أم كيلو وات في الساعة؟ أم جول لكل ثكند؟ إذن قلنا أي ولا يستخدمون الجول لأنها صغيرة وبل تستخدم أي وفعلا الكيلو وات في الساعة هذا الكيلو وات في الساعة حسبنا المقدار ونتذكر مع بعض الكيلو وات في الساعة كيلو وات إذن الكيلو وات في الساعة كم يساوي من وات؟ حولناه إلى الجول كيلو وات كم من وات؟ إذن أيوة ألف وات الساعة كم فيها من ثانية؟ ستين في ستين يطلع لي أي وثلاثة وستمائة ثانية لما ضربنا عندنا هنا الألف في الثلاثة وستمائة ثانية طلع لي ماذا؟ أي وطلع لي ثلاثة فاصلة ستة كم صفر هنا؟ أي ويطلع لي خمس أصفار إذا طلع لي ستة وثلاثين وجمع الأصفار ثلاثة واثنين خمس أصفار لو قلت 3.6 إذن بشير لك 5 خانات إذن 3.6 في 10 1 2 3 4 5 إذن في 10 أس كم 10 أس خمسة إذن هنا 3.6 في 10 أس خمسة يمثل ماذا؟ أي يمثل لي الكيلو وات في الساعة اللي هي الوحدة التي تستخدمها من شركات الكهرباء لقياس الطاقة المستهلكة إذن نعيدها 1000 في صفر نعيد الحسبة هنا نقل صفرين وثلاثة 1 2 3 4 5 0 و 36 إذن عندنا كم؟ أي و 3.6 في 10 أس فعلا 10 أس 6 إذن 3.6 في 10 أس 6 يلا نرتبها مرة ثانية إذن الكيلو وات في الساعة الكيلو وات أي وألف والساعة 60 في 60 3600 ننزل الأصفار 3 2 5 أصفار إذن 1 في 36 اطلع لي أي و 6 و 30 طيب نحركها 6 خانات مثلا 1 2 3 4 5 6 فعلا 10 أس 6 إذن 3.6 في 10 أس 6 الوحدة جول إذن 3.6 في 10 أس 6 تعطيني ماذا؟ أي وتعطيني الكيلو وات في الأور التي هي أي وتعطيني التي هي من فقردال طيب عندنا للساعة الثانية نقرأ 5 كيلو وات في الساعة تساوي قدرة مقدارها نلاحظ هل هي 1 وات لمدة 5 ساعات 5 كيلو كم من وات؟ إذن 5000 فعلا إذن 5 كيلو 5000 وات إذن هي 5000 وات في الساعة إذن أي فقرة؟ أي ومتاز لفقردال 5000 وات في الساعة لأن الكيلو وات عبارة عن 1000 ضربنا 1000 في الخمسة يطلع لي كم؟ 5000 في إيش؟ الساعة الواحدة إذن عندنا فقردال كيف نحسب الطاقة الكهربائية المستهلكة؟ هنا أيضا دائما الطاقة الكهربائية المستهلكة أعفن التكلفة كيف نستطيع حسبة التكلفة؟ كنا شركات الكهرباء تستخدم الوحدة كيلو وات في أي وكيلو وات في الساعة إذن القدرة يجب أن تكون بالكيلو وات أضربها في الزمن اللي وحدته أي وساعة لأنها هي شركة الكهربائية تستخدم كيلو وات في الساعة أضرب في قيمة التكلفة كم حط لي قيمة التكلفة التسعير الموجودة بإيش؟ بي الريال إذن قيمة التكلفة بيمين؟ بي الريال كيف نحسبها؟ نأخذ القدرة بالكيلو وات دائما نضرب الزمن في السرعة نضربها في قيمة التكلفة بالريال طيب نشوف المسألة هنا دائرة كهربائية مدة الاستخدام عندي 30 يوم 8 كيلو وات إذن هذه القيمة 0.18 ويشتغل الفرن ليس 24 ساعة بل 6 ساعات في اليوم إذن عندي كم الوقت تصير؟ 6 في 30 فعلا 6 في 30 طيب نبغينا القدرة ما يعطيني هنا؟ الجهد والمقاومة إذن شون طلع القدرة؟ ممتاز V تربيع على R لما أطلحها لازم تكون بوحدة مين؟ أي والكيلو وات إذن هنا نعوض تعبيض مباشر نقول V تربيع على R 240 تربيع على R اللي هي 4.80 كم طلع لي الجواب بالآلة؟ أي و 12 ألف وات أحولها للكيلو وات إذن أقسم على ألف بيطلع لي كم؟ 12 كيلو وات أضرب 12 كيلو وات في مين؟ الزمن كم يساوي؟ 6 في 30 قيمة التكلفة 0.18 يوني نرتبها مع بعض إذن عندنا هنا تكلفة نأخذ القدرة بالكيلو وات والزمن بالساعة القيمة بالريال عندي لما طلعت القدرة بالكيلو وات كم تساوي؟ أي و 12 في مين؟ في مين؟ التكلفة عندك؟ أيوة إذن القدرة 12 في الزمن 6 ساعات في 30 يوم إذن 6 في 30 اللي هي 180 ساعة في القيمة بالريال اللي هو 0.18 طلع لي الجواب 388.8 طبعاً هنا قيمة التكلفة إذن 388.8 الوحدة ورح تكون ريال طيب عندنا السؤال أخف شوي يقول لك مدفئة كتب عليها 2 كيلو وات استخدمت كم ساعة؟ 100 ساعة فما هي التكلفة؟ إذن كانت تسعيرة كم عندي؟ 0.18 إذن كيلو وات في الساعة سعره كم؟ 0.18 الريال إذن نقوم بعملية ماذا؟ أيوة ممتاز نقوم بعملية الضرب 2 في 100 في 0.18 يعطيني الجواب فقرأ ألف أيوة اللي هو كم؟ 36 ريال إذن هنا نكون وصلنا إلى آخر جزئية في الفصل السابع نراكم بإذن الله للحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته